اشتركوا في القناة الحاضر حلقة النهاردة فيها كلام كتير حوالين جزوره الماضي علاقتها بالحاضر وتأثيرها في شكل وملامح المستقبل نلاحظ دائما وابدا ان المسألة متصلة وانه اللي كان بيحصل في العشرينات هو ذاته اللي بيحصل دلوقتي وهو اللي لازم يحصل بكرة وبعده حلقة مهمة جدا تتحدث عن الاهلي القيمة والقامة الاهلي والقيمة والقامة دي فلسفة حلقة النهاردة هتتفرجوا على تأثير القيمة وانعكساتها على القامة وإيه تأثير ده كله في بعضه قامة الاهلي وتأثيرها على قيمة الاهلي التسويقية اسمحني للأول قبل ما أنا استرسل طول ما أنا جاي خلاله من اللي فاتوا واللي قابليهم واللي قابليهم وحيبقى اللي بعديهم فليه يا رجاء إلحق فلان قال كذا إلحق اتكتب كذا عليك إلحق رد مش عارف على أي إلحق التي تصبخنا أنا برجوم من حاجة واحدة بس والله لو انشغلنا بهذه الأمور مش هنشتغل والاهلي حيتجرجر إنه يبقى رد فاعل إلحق كلم رد كلم رد كلم رد كلم رد إحنا قلنا قبل كده ما احناش معنيين بالخلاف مع الأشخاص ولكن إذا قيل شيء لمس التاريخ أو في حاجة تمس الاهلي تحديدا هنرد بالمنطق وبالوسائق عليها ولازم نعرف كلنا جماعة إن عندنا فريق إعداد موزع على كل وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة والإعلام المقروقة والمسموعة فبإذن الله ما احناش يعني حن حنقصر في شيء لأن مش عايزين يا أستاذ أبراهيم نلاقي نفسينا فجأة رد فعلي بنرد بنرد فلسفتنا الكود الأخلاقي اللي بنشتغل به حافظ على الأهلي ما تخافش على الأهلي من خلال عدم افتعال صراعات إحنا لا نفتعال الصراعات ولا ننجزب إليها دي نقطة نظام مهمة إحنا جماعة ما أعتقدش إن أنتم جداد علينا ولا أحنا جداد عليكم أعتقد فيما بينا فترة طويلة جدا وسنوات من العطاء خلتكو عارفين منهج ملك وكتابة إذا ما قدرناش نشد الناس معنا الفوق ما حدش هيشديني التحت إحنا بننطلق من أرضية فيها الكثير من السوابت وفيها الكثير أيضا من المعاني والدروس حنتجاوز عن أي هفوات وأي تجاوزات ممكن تحدث من قبل البعض في حقها أشخاص ومدركين إن إحنا حنتعرض لرزاز يعني إحنا لو ما سببناش إزعاج للمتجاوزين نبقى إحنا المتجاوزين يبقى بنعملش يبقى ما بنعملش حاجة لا يعني فما بدئيا أي حد بيعمل إزعاج لمصدر خطأ إحنا مدركين وعارفين رقم اتنين عندنا من الحرص الشديد أولا على قيم المهنة على طبيعة الرسالة الإعلامية اللي احنا مسؤولين عنها عن قيم وسوابت وتقاليد النادي الأهلي اللي احنا بنتحدث من خلال قناته فبالتالي كل هذه الأطر القيامية احنا ملتزمين بها في السياق هتسمعوا كلام كتير في السياق هتلاقوا تجاوزات كتير قوي في السياق هتلاقوا تقولات دول آلو في ملك وكتابة كذا وما حدش قال حاجة طب يا سيدي ما اذا اختلفتوا شيء احنا لسه ما تردولوا النص نص احنا مقولاش حاجة احنا الكلام اللي بنقوله متساجل وموجود فبالتالي هذا التقول وهذا التأويل كلام ما اعتقدش ابدا بينطلع على حد لكن خلينا نشد الناس معانا الفوق شوية خلينا نسهم ولو بقدر متواضع وبسيط في الارتقاء بلغة الحوار خلينا نعزز وندعم معنى ومبدأ الروح الرياضية خلينا نفكروا الكل ان احنا في بلد واحدة في وطن واحد عندنا اهداف كبيرة جدا مشتركة بين الاسر الرياضية ما يجمعها اكثر بكثير مما يفرق فبالتالي ده مش وقت لا تناحر ولا تنافر ولا لعب عيال لازم ان الكل يرتقي الى مستوى المسؤولية شوية وزي ما بقول لكم واكدنا على ده المرة اللي فات اهلا وسهلا باي مناشة مهنية اهلا وسهلا باي حديث حوالين طبيعة المهنة والرسالة واللي احنا بنقوله احنا لا ندعي ابدا ان احنا بنحتكر الحقيق من الوارد جدا ان احنا في بعض المواقف تحصل اي هنات ده مش معناها ان احنا حورني نقشني لكن تعال اقول لي انت غلطت في كذا او المستند ده مش صحيح او الكلام ده فيه اجتزاء او 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 هقولك برافو شكرا لكن بهذا الشكل ما اعتقدش ان احنا فاضلين لكلام لا مش فاضلين لا لايح الكلام ولا الحق ولا يعني انا اشكر كل شخص اهتم يعني انه ينبه من واقع الحب والحرص يعني بس مش عايزينا نشغل قوي غير بالمفيد واللي يفيد المجتمع وفي نفس الوقت يحافظ على لا حقوق الاهل وتاريخه وسوابته بالزبط القيمة والقامة هتستمتعوا بيها النهاردة وهستاذ المهندس عدلي في ان انا هحاول اسرق منه بعض اللحظات للمزيد من التفاعل مع حضراتكو واتصالاتكو بس بقدر الامكان برجاء المزيد من الحرص والالتزام من اللي نجدعه بالإساءة لأي حد من اللي نجدعه للحديث عن أي حد خلينا نسعد ونفخر ومحدش يقول فلان قال بالزبط نفضلكم